من التاريخ والجغرافيا إلى النفط والأمن والحدود وعلى مدى يومين حافلين شملت لقاءات واجتماعات المجلس التنسيقي السعودي العراقي كل المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك للبلدين الاجتماعات اتوجت بلقاء عبر الفيديو بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي شدد على عزم السعودية والعراق على تعزيز العلاقات الثنائية اليوم نعقد اجتماع مهم جدا بين مملكة العربية السعودية والعراق وكلنا ما عندنا ايدنا شك بانه الروابط من البلدين روابط كبير جدا وعميقة جدا ومهمة وواجبنا انه نعمل على تحقيقها فالبلدين متجاورتين وكلنا عرب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بدوره اشهد بعمق العلاقات السعودية العراقية ووصف الكاظمي الاجتماع مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بالمثمر لافتا الى سعي بلاده لتوطيد العلاقات وبناء تكامل اقتصادي يشمل المنطقة عموما لقاءات المجلس التنسيقي التي شهدت مشاركة عبر الفيديو من وزير الخارجية السعودية الامير فيصل بن فرحان ونظيره العراقي فؤاد حسين افضت الى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين السعودية والعراق اضافة الى التأكيد على تفعيل مذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائي والتي يستفيد العراق منها بنحو 400 ميجاوات كما شملت مجالات تعاون عدة اهمها في مجال النفط كون البلدين يعملان ايضا ضمن منظمة اوبيك اللقاءات الاربع التي شهدها المجلس التنسيقي السعودي العراقي من شأنها مواصلة تعزيز العلاقات المشتركة الاستراتيجية بين البلدين لا سيما وانه بين بغداد والرياض روابط عميقة وقوية ومصالح وتحديات مشتركة اكد عليها ولي العهد وعلى اهمية تطويرها وتعزيزها